أهلا وسهلا بكم مرة جديدة اليوم رح نحكي ضمن فقرة اللياقة البدنية عن كرة السرلاء وطبعا بسعدنا بهاي الفقرة نستقبل ضيفتنا الدائمة مدربة اللياقة البدنية ربكة عودة ولاعبة المنتخب الوطني الأردني للسيدات المبدعة ربي حبش أهنا نفيك ربي أهنا نفيك هاي ربكة الحمد لله تمام نشكر الله أنتم كيفكم؟ كثير منح ومتحمسين للمقابلة هاي بصراحة بس قبل ما نكمل الحديث معاكم بدأ نطلع نشوف هذا التقرير مرحبا نحن اليوم بنادي شباب البحيص ننتعرف على واحد من أهم فرق كرة السلية للسيدات وراح تكون معنا روبي حبش لاعبة منتخب الأردني لكرة السلية أهنا روبي حبش لعبت نادي شباب البحيص والمنتخب الوطني الأردني بلجت عمر صغير ألعب باسكت وكان يعني من أنا وصغيرة حسيت أنه الباسكت هي الباشن تاعي الباسكت بول برأي ممكن يكون ويركاوت لأي شخص لأنه لما تيها واحد يتدرب باسكت بول بحرك كل عضلات جسمه لأنه أول شي بيحرق دهون وتانيا مع طريق الحركة ممكن يصير فيه تفاصيل للعضلة أكتر فأكتر مثال أنا يعني لما بوقف باسكت بحس عضلتي نامت لما برجع بلعب باسكت حتى لو ما رح تشم بحس فيه تفصيل فيه صرت فت كتير بفضل أي حد يلعب باسكت تبلش بعمر كتير صغير لأنه يعني بيكسبها أنه بتعلم الفندمنتلز والبيسيكس من عمر صغير فبادر يسقل موهبته أكتر لما يكبر لما يدخل مفلم بعمر 14 و16 بصير هو عم بيبلش بالباسكت بول سكلز بعمر مفروض هو يكون عم بطورها فأنا برأي يدخل من هو صغير يعني أنا دخلت لي تالليك كان عمري 6 سنين ببلش يتعلم الباسكت بعدين بصير ويهت أندر 12 مفلم مع كوتش منيح فندمنتلز وكل إشي لما بوصل عمل 14 و16 بيكون ساقل كل هاي الأشياء الأساسية وعم بيحسن من حاله فيعني من أحسن أمثلة أنه في أنا وأكمن بنت في عمري 14 كنلعب 14 و16 و18 ولما كنا 16 كنلعب أول فيعني هذا إشي كتير منيح لما يبلش صغير أكتر شي حلو بالباسكت بول إنها لعبة جماعية فأول شي الحياة الاجتماعية بتصير أحلى مثل عندك صحبات وطلعات وسفرات بتسافري بطولات على بلدان ممكن ما بحيتك تخيلتي تروح عليها بس عشان عندك بطولة بتسافري عليها بتسقل شخصيتك بصير في عندك الليدرشيب مثلا بصير في عندك قوة إرادة تركيز حتى أدب وتسمع الكلمة وتنفذي الأوامر زي ما بيحكوا فهذا كله إن واحد ما بتعلمه إذا ما لعب رياضة صراحة بصير في عندك انضباط مثلا time management كل هاي الأشياء بنكسبها من لما نشترك بفريق رياضة زي باسكت ويلة كتير مهم الواحد دير باله عأكله لما يلعب رياضة فما بنفعل نحكي أنا بحرق فعادي أكل لا واحد لازم يدير باله يأكل أشياء صحية يشرب ماي كتير الأكل وإذا حملتي lifestyle معين مش بس إنه diet أو كذا إنه خاص تصير هاي حياتك أنت بس تاكلها التي بس تاكل الإشياء اللي منيحة رح يرفع من مستوى لعبك كمان لأنه خلص جسمك كمان عم بيعطي أحسن لما يكون ماكلي منيح ونايمة منيح وشربة ماي منيح فبالنسبة إلي ما في إشي اسمه أنا اليوم مثلا عندي باسكت يلا باكل بيرجر أو هيك عرفتي لازم واحد دير باله على أكله كمان عشان جسمه يصير عضلاته منيحة ويكون قادر تبرفومي منيح بنصح كل البنات اللي عم بيدوروا يشتركوا برياضة جديدة يختاروا كرة تسلى لأنها أول شيء تصفن عن جد إنها كتير حلوة وممتعة الجو الفريق لحاله كتير حلو الجو البطولات والصفرات اللعبة نفسها فيها قوانين وفيها إشياء كتير حلوة فيجربوها وأنا بتوقع معظمهم رح شوفوا حالهم في هاي اللعبة ويستمروا طبعا يعطيكم العافية على هذا التقرير أنتو التنتين مون في تلع في مواهب وإحنا ما منعرف والله تعليمها يعني عادي تدرب في ساعة وساعتين ويالله ربكة وبليز وجربي بس ضبطنا بالآخر لا ضبطت معي للشط طيب يعطيكم العافية كمان مرة بدي أسأل هل لما نحكي عن أي رياضة بالعالم دائما بخطر على بالنا موضوع الحرق بحسب المجلس الأمريكي للتمرين الرياضية اللي وزنه 77 كيلو بيقولك بحرق 660 سعرة حرارية هل هذا الحكي مظبوط إذا لعب ساعة فعليا أنا بعرف اللي إذا واحد بلعب تقريبا ساعة بحرق له حوالي 750 كالوري وهذا الشي طبعا بيختلف على الانتنسيتي تاعته الجيم قداش بوركوت في الجيم فتخيل إذا مباراة يعني احترافية وعم تلعبي جيم كتير حماسية وعالية وعم تعملي أوفر تايم كمان ممكن حتى يوصل لألف ممتازلة حرق السلوط طب روبي يعني في كتير تقارير بتقول إنه كرة السلة هي بتساعد على تحسين صحة الألف وبتأوي العضلات هل هاي بالفعل واحدة من الفوائد لعب كرة السلة وإيش فيه كمان فوائد؟ طبعا كرة السلة كتير مفيدة بيحكوا لحتى الناس اللي عندهم بعلتهم في مشاكل قلب بيحكوا لأولادهم أنتوا إلعبوا رياضة حتى أنتوا تكونوا زي كأنوا عم تعملوا وقاية عشان ما يصير لكم متل هذا الحكي فهذا اشي كتير ميح طب روبي في صفات محددة للوحدة عشان تقدر تختار الباسكتبول كنوع لعب أو نوع رياضة لإلها هل لازم يكون عنده هذا الشخص صفات معينة عشان يقدر يمارسها اللعبة؟ الآن كانوا يحكم فلان إذا طوال بلعبوا باسكتبول بس هذا الشيء غلط يعني ما بفرق طويل أو أصير المهم يكون كمان إنه بشيء بمنيح الفيزيك يعني منيح مش كتير ناصح هيك وطبعا في صفات تانية اللي هي مش بس بالجسم صفات مثلاً ليدرشيب بيكون بحب روح الجماعة هي لعب مع جروب بحب ما عنده أنانية وهي الأشياء كذلك طب روبي إيش أكتر بتحسي الباسكتبول بتحرك أكتر العضلات العلوية أو السفلية بالجسم أو باعتمد نوع التمرين هلأ هو يعني بحرك كل شيء يعني ميكسو في بوت من أبر واللور بس في يعني في إحنا كلاعيبة باسكتبول نركز مرات على عضلات معينة عشان اللعبة نفسها هلأ نلعب كل شيء وننحل أي شيء بس مثلاً أنا عشان الشوتينج بركز كثير على الترويسيبس عشان بحسس الشوتينج بتطلع صحيح اللي بتزدعالي للجوم بلعب كثير معدي كمان مش بس إجرين النقوات ومبطاط لأنه المعدة بتساعد بالجوم فهيك لأنها وسط الجسم كامل طب روبي ليش أكتر اللي بلعب عمالهم عم بيصيبوا ركبهم بالباسكتبول يعني الجسم السفلي هذا كله موضوع الوقاية يعني إحنا عندنا مشكلتنا ما منصير ندير بالنا إلا لما منوقع في المشكلة فالناس كلها لازم تصير تعمل تمرين تقوي عضلاتها وتعمل كثير كثير مهم تتعلمي كيف تنزلي صح لما تنطع وتنزلي عجر واحدة كيف تنزلي الالايمنتاع جسمك ركبك لما تنزلي ما يدخل لجوه يكون له برهات كله بلعب دور في الإصادة توازن طب بعيدا على الإصابات بدي تحكي لي كمان مرة هيك شوي بتفصيل عن الفوائد اللي واحدة يمكن تكتسبها من لعب الباسكتبول أو الكرة السلة وكمان تحكي لي شوي أكتر كيف بتركز كيف بتساعد على التركيز عفواً في كتير ناس بقول لك لا بساعدني على التركيز هذه اللعبة بساعدني على التركيز وليلي شوي أكتر كتير مهمة بالتركيز بيضوي الباسكتبول لأنه تعرفوا بعمل أكتر من إشي في نفس الوقت فمثلاً البلعب باسكت بيكون عم بدربل مثلاً وعليه دفاع بعمل دربل فبتكون عم بركز إنه مثلاً ما تنقطع منه الطابة في نفس الوقت مركز إيش عم بحكي الكوتش وشايف اللعبة مين عم بقطع مين فاضي إيش عم بصير قدي ضايل ع الشتك لوق وقيت شوته أمام تخلص الهجم فهذا كله بده يركز على كل هالأسفكس عشان يقدر يكون لعب ميح فعشان هيك حتى إحنا الطلاب الصغار يعني أنا مرات بدرب باسكت بنعلمهم يعملوا أكتر من إشي في نفس الوقت حتى يتعودوا إنه يرقزوا ويلغوا العوامل الخارجية ورقزوا في أكتر شي ما بعد ممكن تلاحظي هذا الاشيء سوري رزال تلاحظي هذا الاشيء اللي ما يبلشوا يلعبوا معاك يكون يمكن متشتتين شوي بعدين تشوفي لا والله بصير في تقدم بالموضوع التركيز مش اشي سهر صراحة حبدو تدريب طب روبي خلينا نحكي شوي إحنا حكينا عن كرة السلة وقميش بتساعد في تحسين عضلة القلب هل بقدروا الناس اللي بعانوا من أمراض بالقلب يلعبوا كرة سلة؟ لا للأسف أنا حسب ما بعرف إنه اللي عندهم مشاكل في القلب يبتعدوا عن الرياضات اللي بتكون قوية ومنافسة وجمع إنه تكون فيها كتير امتنس إشياء لأنه بتزيد ضربات القلب فرياضات هاي لما تزيد ضربات القلب تسبب مشاكل للناس اللي عندهم مشاكل في القلب وحتى إحنا نعرف يعني كلاعبة باسكيت إنه في أكتر من حدا صارت معه ووقع بأرض الملعب وصار توفى يعني وإشي بس لأنه عنده مشاكل بالقلب وما كان عارف أو ما كان فاحص فمهم إنه الناس اللي عندهم أمراض نيح بيحكوا يلعبوا رياضة بس الرياضة اللي بتكون هادية مثلا لاتسيل مشي الغولف رياضة الخيل لا تقلق بس الهيء انتنسيتي بس الهيء انتنسيتي يبعدوا عنها روبي إش الفرق بين الهاوي والمحترف بالباسكتبول؟ هلأ أكتر من عامل العامل الأول هو إنه إدش بيحط شغل عشان يصير محترف يعني ما بينفع أنت تروح تتمرن سيعة بالليوم تعتبر لك حالك محترف لا المحترف بصحة بكير بالنظام أكله معين بتمرن جيم وبتمرن باسكت وبتمرن خطط ويكون جاهز من جميع النواحي وفي نفس الوقت كمان الاحتراف هو كمان ماديا دو يكون محترف يعني لو بيعمل كل هذا الشغل وما باخد مصاري إنف ما بقدار يحترفها ويعتبرها شغله لازم يشتغلهم بسايد أجد يتعب طب هلأ حكيتي إنه لازم يتمرن جيم وباسكتبولتين مع بعض طب شرط إنه البلعب باسكت يكون عم بتمرن جيم قبل أو بعد أو بصير فوت بالتنين يعني لحد الشخص لسه مو مقرر نوع الرياضة اللي بده يمارسها فحلو أحسن يدخل باسكت مع الجيم أو جيم قبل الباسكت أو يقوي حاله بالجيم بعدين يفوت على الباسكت هلأ حلو يكون مقوي حاله بعدين يدخل بس ما مش مشكلة إذا عمل بالعكس بس كمان يعني أنا بنصح إنه لما بده يدخل جديد يدخل مع ترينر عشان يعلموا شو الاشياء المهمة بهاي الرياضة يعني إحنا كمان عنا ترينر بيعلمنا كيف نعليل الجيمب بيعلمنا كيف السبرينت أو الفيرس ستب لما ديك تطلع عن حدا تكون أسرع من غيرك ففيه أشياء سبيسيفك بالجيم تعمليها بتحسن من مستواكي كباسكت فأحسن يدخل مع حدا مش لحاله طبعا إحنا قاعدين أوكي ما حدا عارف إنه الكرسي هذا كمان أوطى إشي موطينه بس علم ما شاء الله طول ما شاء الله عليك يعني شو قصت الطول مع الباسكت يعني أو كرة السلة في ناس بقول لك لا لأنه طويل لازم يلعب كرة سلة في ناس بقول لك لا لأنه لعب كرة سلة طويل لا أنا ما بأمن أنا ما بأمن إنه الباسكت هي بتطويل لأنه يعني أنا شخصيا ما بأمن فرجينا صور أهلك والله أبوي أمي طوال هلا أوكي أكيد جنات تلعب دور بس كتير يعني لما يكون حدا أورادي ابنه طويل جد بنحكي له حرام ما تحطه لأنه بساعة بساعة بيكون مفيد بس ما ما بأمن أنا بهاي لا ممكن يعني قد بدأ تزيد يعني اثنين ثلاثة سنتي إحنا مش ممكن نختم حلقتنا قبل ما نحكي عن المنتخب والنجازات اللي عملتها أنت بدي تحكيلي شوي أكتر عن مسيرتك روبي أوكي أنا طول عمري طبعا بلعب باسكت وأنا كنت ألعب الشي بنادي أرثوكسي بعدين تقلت نادي شباب لفحيص بلشت عمرك 6 سنين بلشت 6 سنين صغيرة يعني بعمر صغيرة وهذا إشي منيح بيضوي يعني إذا حتى بدي حكت أولادهم منيح يدخل المصدار فأنا لما انتقلت عن نادي شباب لفحيص هم تقدر تحكي شوي انتقلت الكرير تاعي وارتفعت شوي لفوق لأنه مع مشاركاتي معهم إحنا دائما منشارك مع نادي شباب لفحيص بطلات عربية ونطاق واسع وفي كتير جمهور وفي كتير جوائز وكتير اشياء فهذا الاشي خلاني تستيبط مايجيم يعني أصير أدرب أكتر أتحسن عارفي حالي غير المستوى عارفي حالي هلا في ريح عبطولي عربية وفي كتير ناس مناح ورح يشوفوني ناس كتير فسر أشتغل حالي كمان أكتر وهذا الاشي كان نتائجه إيجابية أنه أخذت جوائز فردية مع نادي شباب لفحيص بالبطولات العربية والبطولات غرب أسع اللي شاركنا فيها فبس بتذكر لما نقلتي من نادي الأردوكسي لنادي شباب لفحيص حتى كنت أنت شوي متدايق أنا وعنما أنك عم تتركي فريقك لأنه هما بالنسبة لي كانوا عائلتي يعني كنت حاسة أنه ضيقتي كتير وأنه كيف بدي أغير وهيكا بس فكرت زي ما تقوله بالمنطق ومش بالعطفة إنه هذا مستقبلي طبعا وأنه أحسن لي أنت من إبداع لإبداع ثاني دائما بيكون عندك ولا أكيد من وين ما طلعتي صح طب روبي بعيدا عن كرة السلة وأكيد راح تراجعين عليها بالجواب إحنا سمعنا في قصة لطيفة تعرفتي فيها على زوجك أقول لنا أكثر نظر لما بعرف زوجي ساني ساكيني برضو لاعب محترف كرة سلة فإحنا تعرفنا بعض إنه من خلال اللعبة يعني إحنا كنا قاعدين وهو كان عم بيحكي إنه بتخوت يعني إنه البنات ما بعرف ما لعبه فأنا حبيت أثبت له العكس ولعبنا مبارا وانا 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 حسب ما أنا بحكي القصة إني أنا في السلس وما بيعترف فمن هون بنجت قصتنا وهم حبينا بعض بعد ما خلصنا مباراة طلعنا تغدينا وصرنا دائما نلتقي وكيف صارت يعني لعبتوا ضد بعض أول دائما هاي كانت البداية هلا إيش إلا متزوجين وحمد الله حامل يعني لعبتوا بعدين كمان ضد بعض أخبار حلوة هاي لعبنا طبعا لعبنا كتير ودائما كل ما نلعب ندخانا كل ما نلعب ندخانا كل ما نلعب مبروك حبيبتي طب قولينا كمان عن عرض الأزياء عرفنا أنت شتغلت عرضة أزياء كمان إيش القصة اشتغلت قبل وكمان بعمان فاشنوك اللي صار بمرسيدس ميزم الزاكرين وكانت تجربة كتير حلوة وبحس أنه ممكن يعني لن نستغل أعيدا سؤال تولتي بس أنك عرض أزياء عشانك طويلة روح تعملت عرض أزياء لا أكيد عشاني طويلة طول بالعب دور ببستور أكيد صراحة تجربة حلوة كانت كثير يعني روبي انتي نموذج كتير حلو مشرف للبنت الأردنية احنا تشرفنا بوجودك معنا شكرا لانضمامك لإلنا انتي كان مفروض تكوني بمصر حاليا بس لأنه هلأ في ناس على الطريق ريباكا شكرا على تواجدك الدائم معنا حبيبتي موسيقى 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 موسيقى